السلام عليكم و اهلا بكم من جديد. مرد ان شاء الله معنا سيوانا جديدة في جهاز من شركة كنوفو. الموديل الخاص بالمازر بوردة نفسها. ثلاثمائة وتلاتين اس اندرسكور اه كي بي ال اندرسكور ام بي اندرسكور في آآ زيرو تسعة. ده الموديل الخاص بالمازر بورد دي. والمازر بورد دي جاية لمن عند حد صديق ليا. آآ برضو شغال في نفس المجال بتاعنا. وكان بيقول ان في انسكاب سوائل على المازر بورد. فاعتقد ان ممكن يكون الكوروجن نقدر نقطعه من خلال الكاميرا. يعني زي ما احنا شايفين كده في كوروجن على المنطقة دي. والجهة المقابلة لها برضو كان في برضو اصال خاصة على الصوت على حسب كلامه في المنطقة دي. وهو نظف الجهاز والجهاز بتاعنا في الحالة اللي موجود فيها معنا دلوقتي ان الجهاز بتاعنا فاصل آآ باور بشكل كامل. تمام? وزي ما احنا متعودين مع بعضها نبتد ان احنا اخد اي من الممناعات الخاصة بالملفات الرأسية. ولكن طبعا قبل ما نعمل الكلام ده هنبتد ان احنا نسيب لك التشريح الخاص بالمازر بورد بمممناعات الطبيعية احنا واخدناها مسبقا من مازر بورد سليمة وشغالها بدون اي مشاكل. تمام? طيب بعد لما شفنا التشريح بتاعنا خلونا نبتدي مباشرة بقيام الممناعات بتاعتنا. يعني نبتدي طبعا زي ما احنا متعودين بالخمسة والثلاثة وتلاتة في مرحلة عندي الكل ده خاص بالثلاثة وتلاتة من عشرة. ممانعة بتاعتي بالكيلو اوم سليمة. هنا خط الخمسة بولت. ممانعة بتاعتي تمانية من عشرة. وهنا عندي شورت صريحة على الريل ده. خلونا نكمل بقية الممناعات. كويل ده خاص بالشح. ممانعة بتاعتي بالكيلو اوم وكمان بالميجا اوم. دي ممانعة بالنسبة لنا تعتبر سليمة. في عندي الكل خاص بالرمات. كويل ده مية واحدة وتسعين مية وتنين وتسين وبتزيد معي. ممانعة بتاعتي السليمة. ابتدي دلوقتي بممانعات البي سي اتش مع السي بيو بتاعي. كويل ده خاص بالبي سي اتش. وممانعة بتاعيتنا على تسعة وتلاتين ونص ايمة سليمة. كويل ده خاص بالفي سي سي اتش اي. طبعا الكلام ده بالنسبة للمعالج نفسه. الفي سي 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 سبعتاشر وسبعة. عندي الكويلين ده الخاصين بالكور. بالنسبة للكور بتاعتنا. اربعة وتمانية من عشرة. ايمة برضو سليمة بدون اي مشاكل. عندي هنا او كارت الشاشة المدمج داخل المعالج. سبعة وستة من عشرة اوم. ايمة طبعية برضو بدون اي مشاكل. ومن احنا عندنا خارجي من ايمة دي. فدي الدوائر الخاصة بشب الفيجة. خلونا برضو ناخد الممانعات بتاعتها. عندي اول ممانعة الاتنين كويل دول خاصين بالان في دي. الممانعة بتاعتي واحد وستة من عشرة واحد وخمسة من عشرة اوم اه سليمة. عندي ده خاص اه بخط نقدر نرفضه من على ده. والممانعة بتاعتنا على ستاشر وستة من عشرة اوم. عندي الكويل الاخير ده. ده خاص بالام في دي. نقدر ناخده برضو من على لجنب الكويل ده. والممانعة بتاعتنا على الخط ده. تسعة وخمسين تسعة من عشرة اوم. برضو دي ممانعة سليمة بدون اي مشاكل. يبقى في الوقت الحالي كل المشكلة اللي ظهرت قدامنا. اننا خط الخمسة فولت او الريل الخاص بالخمسة فولت. عندنا اه شورت صريح على الريل ده. تمام? طيب مبدئيا كده خلينا نروح للمخطط بتاعنا ونشوف الدايرة بتاعتنا. طبعا دي الدوائر الخاصة بالخمسة والتلاتة وتلاتة من عشرة. انا عندي هنا ده خاص بالخمسة فولت. وديو ست تلاف واتنين. ده خاص بالتلاتة وتلاتة من عشرة. تمام? طبعا احنا مشكلتنا مع الخمسة فولت وبالتالي هنبتدي ان احنا نشتغل على ده. زي ما انا شايفين كده في دوائر كتير جدا. آآ بيكون الخمسة والتلاتة وتلاتة منفاصلين. كل آآ خط بيكون منفاصل وفي ساعات بيكون آآ او واحد بيطلع لي آآ الاتنين فولتية اللي هي الخمسة وتلاتة وتلاتة. تمام? طيب احنا دلوقتي عندنا على اللي هو او عندي في نفسه. ولا مشكلة في بتاعي. تمام? انا اسهل من ان انا ارفع لقل ستة لاف واحد. في عندي هنا عشرة تمنمية وستين. ايمت الريزيستور دي زير اوم وبالتالي احنا ممكن نشتغل على عشرة تمنمية وستين. دي هتكون اسهل لنا في عملية الرفع. وبالتالي برضو اعمال لنفس الوصيفة اللي هي انا اسمت الدايرة على جزئين. وبالتالي نقدر نعرف الممنعة المنخفضة دي او الشرط ده هل من ناحية اللود ولا من ناحية والدوائر بتاعته. وده طبعا من اللي هنبتدين هنعمله دلوقتي تحت تمام? طيب من خلال لقيت ان العشرة او الار عشرة تمنمية وستين موجودة عندي في المكان ده وهو فعليا هنا مش مستخدم مقامة ولكن مستخدم نقطة فهنا نتأكد من آآ الكلام ده على النقطة دي فعلا هي الخاصة في الخمسة فولتة وبالتالي من خيال من خلال الاياس بالافو هنبتدي ان احنا نلاقي عليها وزي ما احنا شايفين كده فعلا فعلا عليها وبهي دي النقطة المقصودة سريعا كده خلونا نفصلها بالكوية عشان زي ما قلنا نقسم الدايرة بتاعتنا لآ جزئين هي طبعا النقطة دي هنبتدي نفصلها بالكوية بتاعتنا خلونا بس كده نديها سنة الزير عشان يكون اللحام او ازالة النقطة دي سهل علينا طبعا الحاجات دي كلها يعني مغارات لحام بسيطة جدا جدا اي حد يقدر ان هو يعمل الكلام ده كده النقطة تفصلت تقريبا بالشكل كامل خلونا نبتدي ان احنا ننظف انا بحاول على قد معضل لان انا طبعا من الرماد ما استخدمش الهوت اير نهائيا خاصة ان الرماد دي موجودة معايا في لاب لنوفو بمادة الانضرفيل اللي معروفة تمام نرجع بقى لي القويل بتاعنا في الوقت الحالي. وبرضو نبتدي ناخد قياس الممانعة بتاعتنا. هو ده الكويل تقريبا اللي كان في عندي مشكلة. اعتقد ان هو ده الكويل. خلنا كده ناخد الكويلين. ده فعلا كانت تلاتة وتلاتة. والكويل الخاص بالخمسة فولت. رجعت الممانعة بتاعتي للايمة الطبيعية اللي هي بالكيلو. تمام? طيب خلونا كده بقى نشغل دلوقتي بتاعتنا. بس ان انا اجيب الكاميرا الخاصة بالبور سابلاي. ده وبور سابلاي. وهوصل البوردة. ونشوف رأيي. انا عندي هنا تمانية وتلاتين آآ ميلي امبير. طبعا نرى ما دي في حالة برضو ده اعتبر عالية. نشوف هل في بولطيات عندي على الخمسة والتلاتة والتلاتة ولا? انا عندي على الخمسة بولت. عندي تمانية من عشرة. بالنسبة لي الكويل الخاص بالتلاتة وتلاتة. مفيش اي بولطية عليه. طيب حفظ مرة تانية. ممكن يكون تصميم البوردة دي. ان الفولطيات بتاعتي بتيجي بعد وهوصل دلوقتي بريس الباور. دلوقتي انا وصلت بريس الباور ونشغل الباور سابلاي مرة تانية. واحاولنا انا اضغط على بريس الباور. انا السحب عندي ملاحظة ان هو نزل. لتمانية ميلا امبير. هناخد الفولطيات بتاعتنا مرة تانية. مرة على الكويل ده. كويل ده تلاتة واتني من عشرة. يبقى الكويل ده خاص بالخمسة او التلاتة وتلاتة من عشرة والكويل ده هو الخاص بالخمسة والخمسة ظهرت معايا بدون اي مشاكل. يبقى في الوقت الحالي التلاتة وتلاتة موجودة في وضع وكمان الخمسة موجودة معايا بدون اي مشاكل في. طب الكلام ده معناه. الكلام ده معناه خلاص ان انا هطلع بره والدائرة الخاصة بتاعته لان انا بنسبة كبيرة جدا كده انا ما عنديش اي مشكلة مع ولا مع الدايرة بتاعته ولكن المشكلة عندنا في والممانعة المنخفضة ده بنسبة كبيرة جدا بسبب ان في عنصر اه متوصل معايا او واصل معايا على نفس المصار العنصر ده او في مشكلة وبالتالي هو المسبب لي وده طبعا سهل جدا جدا اكتشافه من خلال اه الكاميرا الحارية. طيب دلوقتي انا لحمت جنبر في نقطة البي جي بي طعم معنا طبعا اه نقطة خلونا كده نبتدي بواحد فولت ونجرب طبعا واحد فولت سحبة معي حوالي ستمية واربعين ميلي امبير وهنجيب الكاميرا الحارية عشان نشوف بس المنطقة اللي بتسخن معايا والمنطقة اللي بتسخن معايا واضح جدا ان هي في اه المنطقة دي. المنطقة دي هي اللي بتسخن معايا. درجة الحرارة عندي هنا اكتر حاجة تلاتين درجة. باقي المنطق للمزر بورد نفسها. نفيش عليها حرارة. ولكن اعتقد ان المشكلة عندي في الجهة التانية من المزر بورد. فخلونا كده نقلب بس المزر بورد على ناحة التانية والوش التاني. وكانت المشكلة عندنا في المنطقة دي. فلنا نتأكد من خلال الكاميرا الحارية اه انا عندي هنا درجة حرارة تسعة وتلاتين. وزي ما هو واضح في الصورة ما في مشكلة عندي في المنطقة دي. طيب باقي اجزاء المزر بورد خلونا كده نشوفها مع بعض. فيش حاجة بتسخن معايا غير المنطقة دي. خلونا كده على سبيل المسال اعلى الفولتية بتاعتنا لواحد ونصف فولت مسلا. واحد ونصف فولت. بقى اتنين امبير ودرجة الحرارة عدت المية زي ما احنا شايفين كده. خلونا كده نفسه للبور سبلاي. ونتأكد من العنصر ده تحت الميكريسكوب. يعني تحت الميكريسكوب اعتقد ان امور هتكون واضحة اكتر. نشيل الافو ميتر مش هنحتاجه. والمنطقة دي اللي كان فيها عنصر بسخن معايا. هي المنطقة دي. خلونا نقلل الفولت الواحد فولت. عشان درجة الحرارة ما تكونش عليها بالنسبة لنا. ونبتدي ان احنا نجيب تنر ونحطه على المنطقة دي. ونشوف انه عنصر بسخن معايا. اعتقد ان دي المنطقة للكاميرا الحراكة ده. ولا ممكن يكون المكسف ده. اه. وبنسبة كبيرة جدا المكسف ده هو اللي فيه المشكلة. حتى واضح على الشكل بتاعه ان دي المنطقة اللي كان فيها آآ بتاعنا. خلونا نعلي الفولت كده شوية. يعني كده واحد وتلاتة من عشر امبير. واحد واربعة من عشرة. يعني الموضوع واضح جدا المكسف نفسه هو اللي فيه المشكلة. زي المواضح زي ما احنا شايفين. بس ما حط عليه التنر. التنر بيجف بسرعة. والكلام ده معناه ان المكسف ده هو اللي فيه آآ مشكلة عندي. خلونا دلوقتي نروح لي الاسكماتيك والبورد فيو. نشوف آآ المكسف ده. وهل فعلا المكسف ده وصل على الريل الخاص بالخمسة ولا لا. تمام? طيب لو رجعنا لي الاسكماتيك والبورد فيو بتاعنا. البورد فيو بتاعنا جايلنا عن طريق آآ البي دي اف. خلونا كده نشوف مكان المكسف. وده مكان المكسف بتاعنا. اللي هو اسمه سي سي ربعمية اتنين وخمسين. تمام? خلونا كده نبحث عن رقم المكسف ده في المخطط بتاعنا. والمكسف بتاعنا واصل باي سي اللي هو تلاتة تسعمية والاي سي ده واضح جدا آآ ان هو خاص بآ اليو سي بي. وفعليا فعليا المكسف واصل معي على الريل الخاص بالخمسة بورد. وبالتالي فعلا فعلا المكسف ده هو اللي فيه مشكلة. نبتدي دلوقتي تحت آآ نغير المكسف ده. ونرجع نشوف الممانعة بتاعنا مرة تانية. ومن ثم نبتدي نجرب آآ البوردة بتاعنا. تمام? اشتركوا في القناة طيب دلوقتي بعد ما غيرنا المكسفات اللي كان فيها مشكلة كمان حتى المكومة نفسها غير نوع لان برضو كان عليها كمية كبيرة من آآ الكوروجن. خلونا كده دلوقتي ناخد الممانعة بتاعتنا بتاعت خط الخمسة مرة تانية. والممانعة بتاعتنا اعتقد ان ذات كويل الخاص في الخمسة بولد. الممانعة بتاعتنا دلوقتي بالميجا اوم وبتنزل عندما توصل للكيل اوم وبالتالي انا ما قدش عندي آآ شورت. بالنسبة لخط التلاتة وتلاتة طبعا احنا ما كانش عندنا مع اي مشكلة تمام? طيب انا هتوقع عن المزر بردل في وقت الحالي تكون اشتغلت عشان كده خلونا نركب الرمات بتاعنا. كمان هنركبه هنا في الفتحة دي. ونركب سوكت الشحل. وخلونا نعمل زوم بس على تستر بتاعنا عشان نرى بالاشارات. السحب عندي في دلوقتي تسعة وتلاتين ميلي امبير. ونضغط والحمد لله المزر برد اشتغلت. في عندي على وكمان اشارة سليمة. ودلوقتي فيه رمات وبالتالي انها كمد عليها. فانا بس نتابع تستر هي فصلت دلوقتي وهي هتشتغل مرة تانية. توقع كده تكون المشكلة بتاعتنا انتهت. فانا بس نتأكد من تستر وصلت مرة تانية. وراجعت اشتغلت. وزي ما احنا سمعنا الحمد لله المزر برد بتاعتنا اشتغلت باور وداتا بدون اي مشاكل. طبعا العطل بتاعنا يعني واضح وصريح. وبوجود الكاميرا الحارية الموضوع ما اخدش مننا وقت كبير. وبالتالي كده نكون وصلنا لنهاية فيديو النهاردة. وكالعادة كل اللي محتاجين منكم دعوة من الالب.